مشاهدين الكرام نرحب بحضرتكم من هنا من مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 قمة التنفيذ والتي تصدفها مصر ممثلة ومتحدثة باسم القارة الأفريقية وفي هذا الإطار سعيدنا أن يكون ضيفا معنا السيد هنري كوكوفو المدير التنفيذي لمنظمة حماية البيئة في دولة غانا السيد هنري مرحبا بك في مصر شكرا جزيلا أولا ما رأيك في الإعداد والتنظيم الخاص بكوب 27 هنا في شرم الشيخ بمصر يجب أن أقول أن أنا سعيد جدا لقد ذهبت إلى القاهرة ثم توجهت إلى شرم الشيخ وتم الترحيب بشكل كبير جدا وعلى أرض السلام هنا في شرم الشيخ لزة فأنا ممتن لهذا كثيرا ممتن للرئيس والشعب المصري على استضافة كوب 27 والذي يراه العالم كله الآن السيد هنري كوب 27 يستكشف الحلول المناخية ما هي الرؤية حول هذه القضية أنا آتي من دولة وهي دولة نامية ونحن جزء من اتفاق CVF وهو يشمل 58 دولة وواحد وخمسة من عشر مليار مواطن وأيضا رئيس دولتي هو رئيس هيئة CVF كيف يمكن أن نضمن أن المجتمعات المحلية يتم إدراجها في الخطط المناخية لهذا نحن آتينا هنا إلى شرم الشيخ للالتقاء للتعامل حول قطايا مهمة مثل الخسارة والضرر وأيضا نحن وقعنا على اتفاق في جلاسكو في العام الماضي وكنا نريد من خلاله أن نرى الدول المتقدمة الموجودة في جي سيفين والجي توينتي تكون ملتزمة باتفاقتها والتزاماتها في هذا الصدد ونحن ملتزمون بتنفيذ اتفاق الواحد فاصل خمسة من عشر درجة ونحن ندفع للأمام للوصول إلى هذه الاتفاق حتى يكون هناك المزيد من الأمل للإبقاء على هذا الطموح إذن كيف ترى الدور الذي تلعبه مصر في هذا المؤتمر والدول الأخرى أيضا إن مصر تلعب دورا رئيسيا لأن لها موقع استراتيجي على الخريطة العالمية وأيضا هناك انتقال إلى القطاع الأفريقي وهذا يمر بمنطقة الشرق الأوسط ومصر في قلب كل هذه الأحداث ومصر معنية بشكل كبير بالتغير المناخي والتواهره مثل الفيضانات والجفاف وغيره لذا فإننا مقتنعين جدا بأننا مصر لديها خبرة كبيرة بما يحدث وفي العالم ومشاكل وتحديات التغير المناخي مصر دائما حاضرة وباعتبركم تستضيفون هذا الكوب فإن لديكم تأثير كبير وبصفة خاصة فيما يتعلق بالخطاب الرئيس الذي يدعم فيه الجهود الخاصة بالمناخ العالم كله ينظر إلى كوب 27 باعتباره ضرورة لحماية الأرض إلى أي مدى ترى تأثير الموقف السياسي الحالي على التغير المناخي الأمور الجيوسياسية وتأثيرها على المناخ لا يمكن إخفالها نحن ننظر إلى عالم أحد القطب ثم نعود مرة أخرى الآن إلى عالم متعدد الأقطاب ويمكن أن نستدعي ما قاله وما فعله رئيس أوباما رئيس السابق للولايات المتحدة في باريس حيث كان متواجداً وكان لديها القيادة للتوقيع على اتفاق باريس وبعد أن ترك منصبه وجاء خليفة الرئيس دونالد ترامب والذي سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس ثم جاء رئيس بايدن الآن وأعاد الولايات المتحدة لهذا الاتفاق إذن السياسة والجيوسياسة تلعب دوراً كبيراً وفي قضية المناخ وفيما يتعلق بتحقيق طموحات الطموحات الخاصة بدرجة 1.5 مائوية الرئيس جو بايدن سوف يشارك في هذه القمة كيف ترى تأثير هذه المشاركة؟ حسناً الرئيس جو بايدن قد عين مبعوذ خاص وهو السناتور جون كيري كرئيساً لمؤسسة التغير المناخية في الولايات المتحدة ومن المهم أيضاً أن يأتي رئيس بايدن وأن يشارك رؤساء العالم فيما يقومون به هناك التزامات قوية من الولايات المتحدة وهذه إشارة موجبة نحو الدول النامية حتى نستطيع أن نتعامل مع الواقع نحن نبحث عن التمويل المناخي وأن يكون هناك تعويضاً عن القسارة والضرر وكذلك مبدأ التكيف الذي يجب أن يتم إدراجه نحن أيضاً نتطلع إلى حلول مرتبطة بأشعوب الرئيس جو بايدن لديه التزامات وهذا يعطي إشارات إيجابية جداً غانا مثل أي دولة إفريقية تعاني من التغير المناخي ما هي الخطط في غانا لمواجهة التغير المناخي؟ نعم نحن لدينا سياسات وطنية حول التغير المناخي وبعد توقيع تفقية باريس كان هناك مشاركات وطنية واستطعنا أن نحدث معاييرنا ومستوياتنا الخاصة لدينا حوالي 47 معيار ولدينا خطط عمل نحن أيضاً نعمل على وضع برامج عمل تتعامل مع الأجندة التنموية وبرامج التنمية الوطنية والآن أصبح موجوداً CVF والدول الأعضاء تقوم بما يسمى خطط الرخاء المناخي وهي التي تعمل على نقل الضعف إلى الرخاء وكذلك أن يكون هناك مستويات من السمود إن غانا داخلياً تقوم ببرامج لتعويض الخسارة والضرر ولدينا أحد المدن الساحلية التي عانت من موجات المد وكان هناك تواجداً وتم إعادة توطين السكان وتقديم الخدمات لهم وكان هناك بعض الحوادث المرتبطة بالمناخ كان هناك فيضانات وكان هناك العديد من الكوارث الطبيعية وهنا كان على الحكومة أن توفر الأموال اللازمة لنقل هؤلاء السكان وإعادة تأهيل البنية الأساسية وتشغيل الصناعة وكذلك إعادة تأهيل المزارع مرة أخرى هذه هي الأمور التي نقوم بها وبما إننا منخرطين في هذا العمل لدينا أيضاً القيادة في نشر الوعي وتعليم البشر حول التغير المناخ وكيفية التعامل معه وكيف أن يتم تحقيق التكيف والتخفيف إذن هناك الكثير من العمل الذي يتم ولكن علي أن أعترف أن الجهود ليست كافية لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله ولكن نحن نحتاج تمويل ونحتاج مشاركات نعود مرة أخرى إلى الجانب الأكثر أهمية في مواجهة التغير المناخ وهو التمويل كيف ترى التمويل والفجوة بين وعود التمويل وما يحدث على الأرض نحن نحاول من خلال سيفي بي أن نؤكد ونبلور المسؤوليات الخاصة بالدول والتي قطعتها على نفسها هذه الدول هي مسؤولة عن الإنبعاثات الأكثر وهناك دول أفريقية هي الأقل في إطلاق الإنبعاثات وهي الأكثر تضرراً إذن من الطبيعي أن هذه الدول الغنية يجب أن تدفع مقابل الضرر التي تسببت فيه ولا يمكن أن نتحمل نحن أثر هذا الضرر وهنا مبدأ بي 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 وهو أيضاً على المحك حيث أن العالم يعرف هذه الدول الكبرى باعتبارها الأكثر تلويتاً للبيئة وبالتالي عليهم أن يصلحوا الخطأ الذي قاموا بارتكابه هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور لدينا الوعد الذي قطع بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً لمعالجة قضايا المناخ لم يتم تفعيلها بشكل كافي وهيئة سيفي بي لديها العديد من التقارير والتي تظهر أن الدول النامية لم تلتزم بتحقيق الطموح الخاص بـ 1.5 درجة مقوية في كوب 26 وقعنا الكثير من المعاهدات وإذا لم يتم إنفاذها فإنها ستكون لدينا مشكلة نحن لدينا وعود ولدينا تعهدات خاصة بالـ 100 مليار دولار سنوياً إذن فإنه من المهم لهذا الكوب أن ندرك من خلاله أنه ليس لدينا الوقت الكافي يمكن أن ندفع وأن يكون هناك المزيد من العمل ولكن الأمور والكوارث لن تنتظرنا يجب أن نفكر جميعاً وإلا سنعاني جميعاً وهذا يعتمد على الخطط والتنفيذ الذي سيتم من خلال كوب 27 الطاقة والزرع ملفان من ضمن الملفات التي تعاني من التغير المناخي في غانا ما هو الموقف لديكم في بلادكم؟ الأمر لا يختلف كثيراً عن غيرنا من الدول النامية لدينا نظم زراعية وكان هناك مشاريع زراعية وكان هناك مشاكل نشأت بسبب الجفاف وأيضاً في بعض الأماكن بسبب الأمطار الغزيرة وسكوط الأمطار الغير منتظم كل هذا أثر على الزراع لدينا وأيضاً نحتاج للبناء الأساسية الخاصة بنظم الرأي الخاصة بالأراضي القابلة للزراع لدينا موقف تخصيص الأراضي والزراع والصراع الذي يحدث في مجال الملكية الزراعية وغيرها من القضايا المرتبطة بالزراع قد يكون هناك تدخلات جيدة في هذا الأمر ولكن نقص التكنولوجيا يعيقنا كثيراً في تحقيق التقدم والحكومة تحاول أن تبذل قسارة جهدها للوصول للحلول الممكنة لتخفيف معاناة القطاع الزراعي الحكومة كانت قادرة أن تضع سلسلة قيمة خاصة بالأعمال والزراع وأيضاً كان هناك ما يسمى منطقة واحدة ومصنع واحد والتي تتعامل مع القضايا الخاصة بالمجتمعات الزراعية وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة المزيد من القيمة للقطاع الزراعي وأن ننتقل من تصدير المواد الخامي للتصنيع هناك أيضاً استثمارات ولكن كما نعرف جميعاً فإن الاستثمارات المبدئية تؤتي بثمارها بعد خمس أو عشر سنوات لذا فإن الأزمات العالمية قد أثرت بشكل كبيراً على الأموال التي يمكن أن تنفقوا في مجال الزراع على الأراضي الزراعية واستطعنا أيضاً لدينا الكثير من المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص وشركات الناشئة وأيضاً أهل الشباب لكي يقوموا بالعديد من المشروعات الزراعية والتي يتم فيها استخدام الخبرات والاستثمارات نحن نبذل قصرة جهدنا ولكن كما أقول دائماً هذا ليس كافياً هل تتفق مع هذه النظرة؟ الدول الأفريقية يجب أن تعتمد على أنفسها في مواجهة التغير المناخي فيما تعالق بالتمويل هل تتفق مع هذه النظرة؟ نعم لا أحد ينكر أننا لا يجب أن نعتمد على أنفسنا نحن معتمدين على أنفسنا بالفعل ولكن نحن نصل إلى نقطة ما يكون هناك ضرراً مناخياً كبيراً وهذا يهدد صمود اقتصادياتنا يكون هناك أثراً كبيراً على حياة البشر وعلى البنية الأساسية لذا فإننا يجب أن نعرف أن دولة مثل غانا قد توقعوا على قرد بقيمة 20 مليون دولار لكي تنشئ طريقاً ثم يأتي بعد ذلك مطراً شديداً أو فيضاناً يؤدي إلى تلف هذا الطريق ونحتاج إلى إعادة إنشاء هذه الطرق إذن الأمر ليس متعلقاً بهذا الطريق الذي تم تدميره ولكن لدينا قروض تم دفع قيمتها في مقابل مشاريع تم تدميرها في هذه الكوارثة المناخية إذن ما أقوله أن تأثير المناخ قد أدى للمزيد من الصعوبات ونحتاج للمزيد من البرامج التي تؤكد الحاجة لإعادة إدماج الآليات المختلفة حتى نعود إلى الصمود وننتقل إلى مرحلة الإزدهار سواء شيئنا أم أبينا فإن العمل المناخي مهم جداً وهناك كوارث يجب أن يتم معالجتها كنت في الجناح الباكستاني في هذا الكوب وكنت أتحدث معهم حول ما حدث في باكستان وقيل أن ما حدث في باكستان ليس مقتصراً على باكستان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دعا إلى وقف الحرب في أوكرانيا كيف ترى هذه الدعوة؟ دعا إلى وقف الحرب في أوكرانيا هذه دعوة جيدة جداً هذه دعوة رائعة إنه ليس هو الوقت المناسب لأن يدخل العالم في صراعات مهما كانت الاختلافات مهما كان صاحب الحق ليس هناك حاجة لأن يكون هناك صراعات يجب أن نكافح التغير المناخي ونبتعد عن الخلافات بين الدول وأن يكون لدينا اتفاق للبشرية حول مواجهة ومكافحة التغير المناخي لذا أثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء هذه الحرب الأوكرانية وإنهاء كل الصراعات أخيراً السيد هنري من خلال ما هي الرسالة التي وجهها من منظمتكم لكل العالم؟ إن رئاسة سيفي اف في غانا والتي رأسها رئيس غانا لديها رؤية واضحة رئيس بلادي كان هنا في كوب 27 وتحدث إلى العالم كله ولا أستطيع أن أقول أفضل مما قال لقد قال هذا وقت العمل هناك أمور يجب أن يتم دفع قيمته فيما تعلق بالخسارة والضرر ومكافحة التغير المناخي ويجب أن نوفر الموارد وأن نجعل العالم مكاناً أفضل مرة أخرى لقد تحدث عن الالتزام بدفع مائة مليار دولار سنوياً للقيام بالعمل المناخي مرة أخرى أود أن أقول للشعب المصري سعيد وكوني في شرم الشيخ أرض السلام وهذا الكوب 27 سوف يساعد في إنقاذ الأرض نرحب بكم سيدي مرة أخرى في مصر وشكراً على هذه المقابلة شكراً لاستضافتي مشاهدين الكرام كان لنا هذا اللقاء مع سيد هنري كوكوفو المدير التنفيذي لمنظمة حماية البيئة بدولة غانا مستمرون مع حضراتكم في تغطاتنا لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فابقوا معنا